موسيقى بص أنا قدمت لكم و أنا سواه و غني عن التعاريف قبل الفاصل بس لازم أقولك على حاجة لطيفة طبيعة المقاومين عموما و مش بس في فلسطين هيا فلسطين دي حالة بتاعتنا إحنا المقاومين في الدنيا الناس اللي بتقع تحت نير الظلم أو تعاني من الظلم الاحتلال مفيش حد عانى زي ما الفلسطينيين عانوا بس المقاومين دايما تبعتهم و ده حاجة تخليك تستغرب لما تشوف أنا سألقى دايما نوشهم مرسوم عليه ابتسامة قد تكون ابتسامة اليقين في غد أفضل قد تكون ابتسامة الإيمان في أن ربنا لن يترك الأمور بهذه الأحوال قد تكون ابتسامة الثقة في أنه المقاومة هتفضل مستمرة لحد ما نحرر الأرض واصحاب الأرض يرجعوا لها مش كده أنا سألقى إزايك الأول أهلا وسهلا فيك بص بتسامت إزاي الحمد لله عمل إيه الأخبار والله بخير بداية أن يسعد مساك ويسعد مساك كل الناس اللي بتشوفنا الحمد لله احنا بخير وصلنا مصر يعني بصراحة خجل كبير قدام كل الشعب الفلسطين أنه حاسس بالزنب لأنه أنا طلعت من غزة ولكن لربما هي محاولة للنجاة يعني زي ما حكيت لك أنا خجلان كتير من كل حدا بقول أنا موجود في غزة حاليا ليه؟ ليه شوف أنه أنت تطلع من غزة في وسط هاي الحرب تشوف الناس ضاي اللي بتموت هناك وأنت تطلع تنجب نفسك فأنت لازم تشعر بالذنب أنا ما أقدرش أزيد على شعورك ولا أقدر أتزيد علي لكن هي المسألة في أنه ده مش هروب يعني أنا حكيت لك هو مش هروب ولكن هي محاولة للنجاة بس فلا داعي للخجل ده في ظني في النهاية لو قلت لك أنت صاحب القضية هقولك وإحنا كمان أصحاب القضية لكن في النهاية أنت اللي تحت القسف أنت الأدرة بالظروف أنت اللي عارف اللي بيجرى أنت ما كنتش بتنجو بحياتك أنت بتحاول النجاة بحياة الأطفال صحيح أخبار الأطفال إيه؟ الأطفال بخير الحمد لله يعني نوعا ما الأمور الآن أحسن بكتير بكتير يعني كل شيء متوفر لهم يعني أنا مرتاح أنه لما أمير بيتعم بلاج الدواء موجود سريعا الحمد لله أي صيدلية بدخلها بلاج الدواء الحمد لله إنما الأمور في غزة كانت ما في أدوية أصلا في الصيدليات الصيدليات كلها سقر حتى المستشفيات نفسها ما فيها دواء طبعا هو الأدوية يعني أدوية بسيطة نوعا ما ولكن ما كانت بتوفر في غزة فعدم توفرها يؤدي لأمور أكبر ولكن الحمد لله هم بخير أنا متطمن لأنه إحنا وصلنا هنا و الحمد لله هم بخير بخير بنا خليهم طيب السؤال ممكن تبقى صغطه مؤلمة فضل ماذا بقى من غزة يا أغزة غزة الآن 90% منها تحولت إلى كومة حجارة وهذا هو التعبير الصريح والأوضح لما يحصل في غزة الآن لربما هدف نتنياهو إسرائيل تحديدا هو تحويل غزة لكومة حجارة ما تبقى من غزة حاليا هو رفح ومنطقة من دير البلح باقي غزة دخلها الجيش الإسرائيلي عاث فيها فسادا دمر كثير فيها ما خلى حجر على أخوه والمناطق اللي بيحكي عنها إنها مناطق آمنة هي تتعرض للقصف والاستهداف يوميا مبارح كان فيه استهدافين في رفح أحد الاستهدافات كان أمام المستشفى الإماراتي في منطقة تل السلطان في رفح لخية من نازحين العباب المستشفى الاستهداف سقط فيه أكثر من 15 شهيد كان فيه استهداف آخر أيضا لمنزل يعود لعائلة أبو عنزة في مدينة رفح أيضا والمؤلم في الموضوع أنه كان فيه استهداف فيه أطفال توأم أجل آهلهم بعد سنوات فالصورة حتى الآن عالقة يعني في رفح اليوم كان فيه برضو استهدافات لعدة بيوت أيضا في رفح هذه المنطقة اللي الجيش الإسرائيلي بيحكي عنها إنها منطقة آمنة ويحذر المدنيين والمواطنين في قطاع غزة إنهم يتوجهوا لإله ورغم هيك بيستهدفها الأحزمة النارية مستمرة من الأمس على منطقة دير البلح ومنطقة مدينة حمد في مدينة خنيونس حاليا سكان مدينة حمد الدبابات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي محاصرها تماما فغزة تقريبا ما ضل منها إشي ضل بس ناس عايشة بأجسادها فقط شوف كل العائلات الفلسطينية عائلات مقاومة عائلت النجار من أكبر وأقدم وأشهر العائلات في مسألة المقاومة تجاه الوقت طبعا في أبي يوسف النجار طبعا فأنا من الناس اللي ما بتحبش تسمية ما يحدث على الأرض الفلسطينية بأنها حرب من الحرب اللازم يكون فيها تكافؤة ولو تكافؤ في أبسط صوره ما يحصل هو إبادة إبادة ممنهجة كمان إزاي؟ احكيلي إبادة انت صحفي زميل تمام هحكيلك أنت لما بتدخل منطقة سكنية بجيشك وعتادك تطلق النار على كل شيء يتحرك هذا شو معناه؟ إبادة لو أنت زم بتحكي أن أنت داخل تقاتل عناصر معينة أو داخل تقاتل مثلا منظمات إرهابية زم أنت بتدعي شو زم بالطفل اللي بيمشي في الشارع أنه أنت تكتله؟ ما يقاتلنا الآن من الجيش الإسرائيلي هو ذكاء إصطناعي الآن طائرات الكواد كابتر المسيرة تعمل على الذكاء الإصطناعي أي شيء يتحرك أمامها تطلق عليه النار تقتل فورا وفي مناطق قاتلة تطلق النار استهداف للحياة للحياة بشكل عام إذا شفت أنت في فيديو انتشر قبل فترة معدد من الخرفان بتمشي في الشارع طخ عليها وقتلوهم وما يدلل أيضا أن إسرائيل تقتل كل شيء يتحرك ولا تحسب حساب لأي شخص موجود في الطريق أو في الشارع أو في المكان اللي بتسهدفه قتل هل ثلاثة من جنود هللي كانوا مخطفين في غزة أو من الرهان اللي كانوا موجودين في غزة لما المقاومة أطلقت صراحهم هم في الشارع رفعين رايات بيضة وبيحكولهم أنه إحنا جنود من عندكم ورغم هيك قتلوهم فهذا اندل يدل على أنهم يعني بيقتلوا كل شيء في غزة ما بهمهم أي شيء قدامهم الدليل أيضا أن أنت بتتحدث عن إبادة جمعية أطفال اللي بتموت أطفال أمر أيام أشهر سنوات صغيرة طفل هذا شو عمل ليش تقتل أنت فما يحصل وما كان يحصل في الحرب هو الدعاء أنه حيصير يخلي المدنيين من مناطق لمناطق عشان يبدأ عملياته العسكرية فعلى سبيل المثال قسم غزة هو تقريبا لتقريبا 300 أو 400 مربع سكني كان يقول مثلا اليوم هندخل مربع رقم 300 هل مربع رقم 300 يخلو ما يعطيش وجه للإخلاء هو يدخل على المربع 300 أي شيء بتحرك خلاص كان بيشغني جدا أنه الإصابات كلها إصابات قاتلة يعني إذا كنت بتقول أنا بستهدف بعض من عناصر المقاومة أو عناصر حماس طيب أنت داخل علشان تقتل ولا تصيب المفروض أنك على الأقل بتصيبه فهتأسره بعدين تستجوبه وما إلى ذلك لكن بتخش بإصابة قاتلة في مقتل لكل ما هو يتحرك وإن أصابه كمان في غير مقتل فهو بتركه ينزف حتى يموت لكن بيبقى خطأ يعني في غير مقتل ده كان بيبقى إصابة خاطئ ده هو داخل عوزيئتي بس حتى لو أصابه في غير مقتل بتركه ينزف حتى يموت فهو داخل يقتل أساسا وحكيت لك ما يقاتلنا هو الذكاء الاصطناعي طائرات الكواد كابتر هي أخطر ما أنجبت هاي الحرب هي طائرات مسيرة عليها رشاش بالذكاء الاصطناعي كل شيء بتحرك أمامها تطلق النار عليه وفي إصابات قاتلة في مقتل في الرأس في القلب في أماكن قاتلة هي الطائرات الكواد كابتر وهي اللي كانت مسبب ورعب أكتر من الطيران الحربي طيب أنا أسأذنك هطلع فاصل وهرجع بعض الفاصل هل يتم استخدام أسلحة طلقات أيا كان مجرمة بالقانون محرمة دوليا علشان لازال بعض الناس تفكر في ذلك بعض آخر أنا بكلمك على الغرب بالتأكيد مش في مصر ومش في منطقة العربية بيقولوا لا طبعا السردية بتاعة الكيانو الصهير وطول الوقت لا استحالة إحنا ما بنعملش كده الحديث حول الفوسفور الأبيض وما إلى ذلك أنا هكلمك كشاهد عين وكصحفي فلسطيني فاصل وهنكمل الكلام كل الترحيب بالزميل العزيز الصحفي الفلسطيني أنس النجار وكنت بسألك قبل الفاصل فبقولك أنت كمواطن فلسطيني أنت كشاهد عين وأنت كصحفي شفت ورصدت وأنا محتاج أسمع وكل الناس محتاجة تسمع هذا الجانب الصهيوني المحتل يستخدم أسلحة وزخائر ومواد محرمة دوليا طبعا هذا كلام ما بدوش اتنين يحكوا فيه يعني خلينا نحكي على صعيد الطلقات النارية أو الرصاص أولا الطلقات المتفجرة اللي بيستخدمها طلقة عادية ولكن هي متفجرة إذا أصابت الشخص هي غالبا تصيبه في البطن تنفجر داخل البطن بيطلع منها أكتر من عشرين شضية من الرصاصة الواحدة تعمل تهتك في الأعضاء الداخلية للبطن المصابب يصل المستشفى في حالة وعي كامل تمام؟ لحظات بفرق الحياة من النزيف الداخل اللي بيصير عنده من هذه الإصابة على صعيد الصواريخ يعني أنا أصارت أربع حروب الصواريخ اللي نزلت في الحروب السابقة ما بتيجي واحد في المية زي الصواريخ اللي نزلتها الحرب أنا صورت ورصدت أثار صواريخ وحفر لصواريخ عمقها يزيد عن ثلاثين متر وقطرها يزيد عن خمسة وثلاثين أربين متر تحكي عن شيء مهول حفرة كبيرة وكأنه ليزك ضرب الأرض علشان الناس تتصور ثلاثين متر ده يعني عمارة تقريبا عشر أدوار حداشر دور أيوه في العمق لما كانت تيجي الجرافة ممكن الصور هاي موجود عن نتي بتقدر تشوفها الجرافة لما كانت تيجي تدفن الجورة هاي تبين شيء صغير جنب الجورة نقطة جنبها شو كمان أحكي لك خلال استهدافات المنازل ووصول الأطفال الشهداء للمستشفيات بعيدا عن الأطفال الأشلاء هنيجي نحكو فيهم في أطفال بتوصل ما فيهاش أي خدش ولكن مستشهدين طب إيه هو الصواريخ خيب تعمل تهتك في الأعضاء الداخلية ونزيف داخلي ما فيش أثار لجروح لا استهدافات لاي خدوش على الطفل بيصال طفل زي ما هو زي كأنه نايم ولكن هو بيصال طفل شهيد جراء انفجار الصاروخ هذا في صواريخ كنا نشوفها تنزل الصاروخ قابل بنزل بيعمل صوت وشة في الهوى وبعدين بيينفجر ما كناش نسمع صوت انفجار لكن الروح نلاقي عمارة من خمس طوابق وعمارة من ست طوابق العمارة واقع على الأرض من هذا الصاروخ هذا الصاروخ بيعمل بمبدأ شفط الهوى من المكان هذا بشفط الهوى من المكان بيقع تيقع العمارة وبناء عليه اللي داخل العمارة بتمزق وتمزيق يعني في ناس لحتى الآن ما لقوا جثثهم أو أشلاءهم حتى جراء هاي بسبب تفريغ الهوى تبخر ممكن يكون كان في بؤرة الانفجار مثلا تبخر تماما وكتير وفي حد من جلال نصار السهداف ولحتى الآن ما لقوا جثته لقوا قطع صغيرة من جسمه ولكن ما لقوا الجثمان تبعوه يعني استخدموا التكنولوجيا في أبشع صورها صحيح أبشع التطبيقات مزبوط حكيت لك اللي بقتلنا في الحرب هاي هو الذكاء الإصطناعي قلت لي في جثمين الأطفال الأشلاء آه الأشلاء يعني أنت بتلاقي بتلاقي الطفل أو أو بشكل عام الشهداء بشكل عام بيصل أو جاته بيصل الشهيد خمسين قطعة كل أصبع لحال كل إيد لحال كل رجل لحال الشعر لحال الرجلين لحال وممكن الشهيد كله تطلع منه كيس صغير من اللحم بس فالحرب هاي شهدنا فيها أبشع المناظر تم تخيل أنه في غزة صار صارت الناس تتحلل في الشوارع وكان في صورة انتشرت جبل يومين من أبشع الصور اللي صارت في الحرب الدبابة مش يتفوج أحد الأسرة اللي كانوا أسرينهم من يعني الصورة واضحة أنه فيه بإيدي كلبشات الدبابة مشة فوقي صار على مستوى الأرض فإحنا مش بس يمارس ضدنا إبادة جماعية ويمارس تنكيل أيضا في جثث الناس اللي بتموت كل مقبرة بتدخل عليها إسرائيل تنبشها بتطلع الجثث منها وبتسرقها شو بدك في جثث وجثمين متحللة يعني إنبارح سلمت إسرائيل سبعين جثة ورفات للشهداء كانت مخداهم من مستشفى ناصر الناس في خلال الحصار اضطرت إنهم تدفن في ساحة المستشفى لما الجيش اقتحم ساحة المستشفى أخذ الجثمين هاي وبعد فترة رجعها ليش أخذها؟ ما بتعرف هل سرق أعضاءهم؟ ما بتعرف بس فيه سرقة في الموضوع طيب يمكن وانا بختم تحب توجه رسالة ما لهذا الضمير العالمي الميت مش بس النائم؟ يعني شو بد أحكي لك؟ شو ضل رسائل إحنا ما وصلناها؟ إيه تاني ممكن نقوله فعلا شو ضل نعرض صور أكتر من اللي عرضناها؟ شو ضل؟ يعني أنا في آخر فترة في يوم استشهاد اتنين من زملاء الصحفيين كانوا معاي في الخيمة قبل قبل دقائق يعني طلعوا لمهمة عمل مفيش دقائق يعني أجي خبر استشهاد اتنين تم استهدافهم في سيارتهم فأنا في اللحظة هاي حسيت أنه الجميع في خطر الجميع مستهدف في يومها أنا نزلت منشور على الفيسبوك كتبت فيه حرفيا إلى هنا تنتهي تغطية الصحفية فالبحث عن الأمان مع العائلة هو خير ألف مرة أن البحث عن خبر ينقل لعالم لا يعرف معنى الإحساس ولا الإنسانية شو ننقل أكتر من هيك؟ شو نوصل رسائل أكتر من هيك؟ ما ضل إش نوصله وما ضل صور أبشع من هيك ننقلها لكم؟ يعني شو بدكم ننقل لكم صور أكتر من إنه إحنا نجطعين إنه إحنا أشلاء إنه إحنا الدبابات بتمشوا فجينا شو في صور أبشع من هيك ممكن أنا أنقلها؟ ما بعرف على رأي ستة فياروز سنرجعوا يوما في يوم من الأيام نتمنى يكون في حياتك وفي حياتك نحن منها وإليها نحن منها وإليها ورجعين إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أنا بشكرك قلبي معاك ومع كل فلسطيني ومع كل حتى حبة رمل موجودة في فلسطين ونتمنى نتمنى إن إحنا نشهد في حياتنا دولة فلسطين وعاصمتنا الأدس أنا بشكرك أنس إن شاء الله ربنا يقويك ويقوينا جميعا يا رب ما عنديش كلام تاني أقدر أختم بي أكتر من كده سواني هكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما إحنا لو كلنا العمر فتأملكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التنسعة سلامت